السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أصدقائي من جديد وأهلا ومرحبا بكم على قناتكم وقناة اندرويكس المعلوميات موضوعنا اليوم بإذن الله سنشرح كيفية تنزيل وتثبيت مشروع الميتاسوبليت على التيرموكس بطريقة صحيحة 100% ودون مواجهة أي مشاكل أو أخطأ طبعا في الحقيقة لم يكن هذا هو موضوعنا اليوم لأنه سبق وأن شرحنا ثلاث طرق مختلفة لكيفية تثبيت المشروع على التيرموكس بل إضافة إلى كيفية حل المشاكل والأخطاء التي ربما قد تواجهنا بعد عملية تثبيت لكن بسبب التحديثات المستمرة على الحزم والمكتبات أو التحديثات الخاصة للغة البرمجاروبي وأيضا التبعيات الأخرى للميتاسوبليت يواجه المستخدم بعض التغيرات والأخطاء عند عملية تثبيت ومن أجل ذلك سنوضح من خلال هذا الفيديو الطريقة الصحيحة لتثبيت المشروع وتجنب جميع الأخطاء والمشاكل المحتملة بل إضافة إلى تنفيذ بعض الإجراءات التي يجب علينا القيام بها لإعداد تهيئات بيئة العمل للمشروع بعد عملية تثبيت إذن في البداية بعد فتح واجهة تيرموكس خططنا الأولى هو تحديث وتدقية الحزم والمكتبات الخاصة بالتطبيق وذلك باستخدام الأمر ABT Update and ABT Upgrade ترجمة نانسي قنقر بعد اكتمال عملية ترقية للحزم الأساسية نقم بكتابة الأمر التالي لإنشاء مقلد OBT في الدليل الخاص بالمقلد User بعد ذلك نقم بتنفيذ الأمر التالي لتنزيل التبعية اللازمة لتثبيت المشروع اشتركوا في القناة الآن أخي الكريم بعد أن قمنا بجميع الحطوات السابقة راح نقم بإضافة الأمر WGate ثم نضيف الرابط التالي لتنزيل ملف التثبيت الخاص بالميتاس بلايت أخيرا بعد تنزيل ملف التثبيت نقم بكتابة الأمر التالي لمنح الأذونات والصلاحيات للملف ثم نقم بتشغيل أمر التثبيت ونضغط على زر الإدخال بعد ذلك ننتظر حتى يتم استيراد وتثبيت التبعيات الخاصة بالمشروع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا هذا المسيج الذي أمامنا باللون الأحمر ليس خطاوة إنما قفل تثبيت لمنع كسر الحزم الخاصة بلغة بايثون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا بعد اكتمال عملية تثبيت المشروع بنجاح يمكننا الآن استخدام الأمر MSF Console لفتح طار العمل وكما تلاحظه الكريم نحن الآن في طرع العمل لمشروع الميتاس بليت ويمكننا البدء في تنفيذ الأوامر والبحث عن الثغرات وفحص الشبكات وإنشاء الحمولات وما إلى ذلك من وظائفة أخرى الآن وكما ذكرت لكم في بداية الشرح فهناك بعض الخطوات والإقراءات التي يجب أن نقم بها بعد عملية تثبيت كإنشاء وتهيات Postgrease التي هي قاعدة البيانات الخاصة بالميتاس بليت أيضاً راح نقوم بتعيين أو إضافة مستخدم لتكوين GitConfig حتى نتمكن بعد ذلك من إقراء عملية التحديث للمشروع وترقية البرامج لإضافة أحيات الثغرات ونقاط الضعف إلى إطار العمل إذاً لتنفيذ هذه الخطوات أولاً راح نكتب العمر Exit لإغلاق واجهة العمل ثم نقوم بكتابة الأمر التالي لإضافة اسم المستخدم طبعاً نضع الاسم بعد كلمات Username بعد ذلك نكتب الأمر التالي لإضافة الإيميل الآن يمكننا تنفيذ الأمر التالي لنتأكد من إضافة البيانات أخيراً بعد أن نقومنا بتعيين البيانات الخاصة بالمستخدم راح ننتقل إلى الدليل الخاص بمجلة Framework وننفذ الأمر التالي لإنشاء قاعدة البيانات الآن بعد تهيئة قاعدة البيانات يمكننا فتح إطار العمل للميتاسبليت والبد في إنشاء بساحات العمل وتنفيذ الأوامر للمسح الشبكات والاستكشاف المنافذ والبحث عن الثغرات وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر